اخبار اليوم من أب مصري وأم أسكتلندية حصلت على لصنص الأداب جامعة عين شمس وكان أول زهور لها مع المخرج حسين كمال والفنان عبد الحليم حافز في فيلم أبي فوق الشجرة كانت بدايتها الفنية من خلال الجامعة حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مصرحية يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مصرحية مطار الحب مع الفنان عبد المنعم مدولي واكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1965 من خلال فيلم حب المراهقات ومنه انطلقت في عالم الفن وقدمت عدة أعمال فنية للسينما والتلفزيون ومنه انطلقت في عالم الفن وقدمت عدة أعمال فنية للسينما والتلفزيون أما عن زيجاتها فكان أول زواج لها من المطرب موفق بهجة رغم اعتراض أهلها عليها وبعد الانفصال تزوجت من الفنان عمر خرشد وانفصلت أيضا وبعدها تزوجت من الفنان محمود قبيل ولم يستمر زواجهما طويلا حيث انفصل وتزوجت بعدها من الفنان حسين فهمي وأنجبت ابنتها الوحيدة منا قبل أن ينفصل ثم تزوجت من المنتج سينمائي الفلسطيني حسين القلة وانفصلت عنه أيضا لتتزوج للمرة الأخيرة من رجل الأعمال مصطفى البريدي قدمت الفنانة ميرفة أمين العديد من الأفلام أبرزها البحث عن فضيحة وفرثرة فوق النيلة وزوجة رجل مهمة ومرغان أحمد مرغان وكان آخرها فيلم بتوقيت القاهرة مع الراحل نور الشريف كما قدمت العديد من المسلسلات منها الزوجة أول من يعلم يحيى العدل والانتقام إنها صاحبة الإطلالة الرقيقة ميرفة أمين مصطفى سعد أخبار اليوم ترجمة نانسي قنقر